يحيي اليمنيون والمسلمون في أسقاع الأرض ذكرى الإسراء والمعراج رحلة الكونية العظيمة التي حملت عظيم الإنسانية وسيدها وختم أنبياء الله ورسلهم محمد صلى الله عليه وسلم حيث يتجه المسلمون لإحياذ المناسبة العظيمة بالصلاة وتلاوة القرآن الكريم والسطح بالابتهالات الدينية والمحاضرات لأصحاب الفضيلة العلماء للتعريف بأهميتها لدى المسلمين والبشرية جمعها في تعزيز القيم والأخلاق الفاضلة في نفوسهم من خلال الدروس والعبارة التي تفيض بها هذه المعجزة النبوية الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لهنريه من آياتنا إنه هو السمع البصير وترمز معجزة الإسراء والمعراج إلى الرباد الوثيق بين المسلمين أينما كانوا وبين مسرى النبيهم الكريم ومعراجه وتثبت في يقين الأمة ومشائرها معنى الوحدة وأهمية التماسك فيما بينهم وتعميق أواصل المحبة والسلام والابتعاد عن العنف والإرهاب والتطرف والغلو وكل ما يضر الإنسانية وأهمية غرس المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية بين أبناء الوطن الواحد ويعتبر العلماء الإسراء والمعراج محطة همة في ربض المسجد الأقصى بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وأن القدس هي الحاضرة الثالثة الهمة في العالم الإسلامي بعد الحرمين الشريفين تلك المعجزة الربانية التي هي الله بها لعبدي ونبيه ورسول كيفية التمكين والاستيعاب وثابات البصر ويقين الرؤية والحدث العظيم المتجاوز للمعارف الإنسانية وأدواتها التي خص بها الله سبحانه خاتم الأنبياء والمرسلين وعظيمهم وسيد الخلق أجمعين ليحمل اللواء الإسلام وعموم رسالته لجميع خلقه ومتمما لمكارم الأخلاق وتأتي ذكرى الإسراء والمعراج هذا العام وليمن يشهد حربا ضاحنة منذ خمس سنوات قتلة وأصب فيها الآلاف وشرد الملايين كما تأتي هذه المناسبة والعالم بأكمل يشهد حالة من رسنفار لمواجهة فيروس كورونا كجائحة لم يشهدها العالم مثيلا من قبل وصلت إلى درجة إغلاق الحرمين الشريفين أمام المعتمرين والمصلين بل وتعضيل صلاة الجمعة والجماعة في المساجد في عدد من الدول العربية والإسلامية خشية انتقال العدوى بهذا الفيروس المميت ويأمل العلماء أن يجعل مسلمون من هذه المناسبة محطة للعودة إلى الله تعالى والابتهال والتضرع إليه بأن يرفع عنهم هذا الضر الذي مسهم والبشرية جمعا